كمان كان فيه لمسة وفاء تانية وتقدير لروح الكابتن محمد عبد الوهاب وشفنا لفتات تحمل نعي وتراحما على محمد عبد الوهاب شفنا لقطة انه عرفانا بدور الأسر كلها مع اللعيبة انه الكابتن الخطيبي يقول لهم يا كابتن سيد قل للعيبة كل واحد يصطحب أسرته وأولاده ده تقليل علامة يا أستاذ بريس فتلاقي النهاردة حصل يعني العالم كله بيعمل كده كله جاي بلعبته كل كل لعب جاي بأسرته وجاي بولاده جاي يعيش اللحظة دي ناس ناس بالعقل كده ضحت وقعدت في بيوتها واستحملت صفر وغيابات وواحد رب القصة بيجي لهم الله أعلم مبسوط متدايق ما يعيشوش معاه الفرحة ما يعيشوش معاه البقى جاي يعيشوا معاه هذه الفرحة اللي لازم يشوفه على الشاشات كمان عندنا يعني يشوفهم هو عصارهم وكان مرضوضة عامل ازاي ده والدة مصطفى شبير كانت موجودة يعني حاجة هكذا يسعد بصوا جماعة كمان في لقطة محدش يغفالها رئيس النادي يطوق عناق اللاعبين بالورود شكر منه ليهم خدوا بالكو الورد من رئيس النادي مش من الربطة الربطة النائب احمد دياب بيسلم الدرع لكن انه رئيس النادي هو اللي بيعبر عن شكره وشكره مجلس الإدارة للعيبة ده شكر شخصي على اللي انتو تحملتوه على التعب اللي انتو تعبتوه على التفاني اللي انتو تفانته من اجل الفرقة لمسة شخصية وتحمل كل الضغوط فلمسة شخصية جدا لانه فعلا اللعيبة تعبت كتير بصوا هتلاقيه لكل لعب منهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة